موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان على مسار الاستحقاق النيابي 2018 مشواره الديمقراطية يعيد لها رونقا ما كاد يضيع ويضيع معه تداول السلطة لو حصل الإرجاء الانتخابي أي لو مدد لبرلمان 2009 وإنما السؤال الموازف الأهمية هل الانتخابات النيابية وهي إحدى آليات ترسيخ الديمقراطية هل هذه الانتخابات ستؤدي عمليا إلى تداول فعلي في الحكم أم أن التغيير سيبقى خجولا وبحجم النية الحقيقية للمستوى السياسي الموجود في رأس هرم الدولة والذي يريد البقاء كمجمل الأقطاب الواضح والظاهر والواقع حتى الآن ينحصر في حماوة النزال لجهة بدايته أي في الحملات الانتخابية التي يحمل معظمها حضا واستفزازا وعودا وإغراءا بالإنماء وأحيانا خطابات تلامس حدود التخوينات وأخرى من ضروب الشوفينيات وجلها يعتمده الأقطاب ثمانية عشر يوما من الخوض الإعلامي والاجتماعي والسياسي قبل منازلة السادس من أيار وحتى الآن ليس من أسباب تحمل على احتمال عدم حصول الانتخابات النيابية إنها لحاصلة إنها الواقع التي ربما تؤسس لمرحلة سياسية لم يألفها لبنان واللبنانيون منذ تسعين عاما في وقت موازين المنطقة وسوريا في قلبها تتأرجح بين كفات النفوذ الإقليمي والدولي بواقعه الميدانيا المباغت حينا وأخرى العادي أحيانا وفي معظم الأوقات بالاستشراف الذي بات معهودا وكأن الذي يدمر منذ 2011 يمكن أن يعمر بسنة في سوريا معنا على مسار الاستحقاق النيابي المرشح عن دائرة المتن القوي الأستاذ غسان أسد الأشقر أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان أهلا فيك ونحن يعني مبسطين ومسرورين لقاءت بهالليلي قبل 18 يوم من الانتخابات يعني لبنان بيقولوا أنه أول مرة يعتمد النسبية يعني هذا القانون بنظرك أو برأيك من وجهة نظرك هل هو فعلا يتوخن نسبية بحد زيته؟ أول شي بدي علق شوي على كلامك المشوار الديمقراطي نعم هاي بلد لا فيها ديمقراطية ولا فيها نزهة ديمقراطية لا نزهة ولا مشوار ولا ديمقراطية لأنه النظام الطائفة لا يمكن أن يكون ديمقراطية الديمقراطية هي تعبير عن وحدة المجتمع كأنك عم بتوافق الرئيس عون اليوم لأعتبر أنه لا يمكن بلبنان تحقيق المساوات والديمقراطية الحقيقية طالما أنه الأشخاص بمواقع السلطة هني بيختاروا على أساس طائفة بأكد لك لبنان بيحكموا نعم نظام طائفة نعم هو ليس دولة هو مجموع الدول وفي دولة لبنانية بتنسع بين هالدول نعم في سيستام بنسع بينهم في سيستام بيخترعوا أو شي بتوزع المغانم عليهم نعم وتاني شي تمنعهم من الصدام نعم لأنه البؤر الطائفية هي بطبيعتها بؤر عدوانية وهي تحمل بطياطة الشرور والحروب وهي هاك يعني أول مهمة للسيستام هو الفصل يعني مش أول مهمة هو أنه الإنماء ويعني تطوير الديمقراطية برأيك هاك؟ أول شي رجعنا نحكي تطوير الديمقراطية ما في ديمقراطية تنطورها بدنا نأسسها نعم بدنا نأسسها بدنا نأسس دولة موحدة لا يعود في مسلم ولا سني ولا شيع ولا كرد وكذا نحن مجموعة واحدة مجتمع واحد الانتخابات تعبر عن إرادة المجموع مش عن إرادة كل فئة واحدة هالأنية هالأنتخابات أصلاً هالأنون الانتخاب نعم بدل كل أنون في لبنان نعم بتنزلوا على السوق بيبحثوا بيبقى بيبقى أنون منيع كل طايفة وكل زعيم سياسي بدوا يعدل فيه شوي تسير يخدم له مصالحه نعم تعديلات كثيرة بيطلع هالهالأنون أنون مسخ مثل ما طلع هالأنون موجود هلأ يعني لو ضلينا على الأنون السابق كان أفضل بكتير هذا أنون يعبر عن مسالب الدولة وهو يحكم رجال المال بالساحة بالساحة السياسية يحكمون طيب بس استيس غسان اليوم ما في حد إيجابي لأنه لبنان فيه 18 طايفة ما فيه شيء إيجابي لهالبلد الفريد اللي ممكن يكون يعني ملتقى حضرات أو حوار أديان أو حوار زقفات أخي كل سنة بتخبرونا خبرية نعم هالنظام المميز نعم هاللي كل عشر سنين فيه مدبحة بين أهلي طيب بس أنتو أنتو حزب علماني وحزب مدني وجربته خطوا بالسياسية ولا زلتم تخضون بالسياسية وكنتو تعتمدوا على هالموضوع أنه أنتو تجمعوا أكبر عدد من مكونات لبنان لبنان بهالحزب اللي هو منو طائفة وقدرته نحن قدرنا ونحن حزب غير طائفة ونحن الحزب الوحيد هاللي ما بتلاقي فيه عضو واحد طائفة من هوني تتلحق بغداد هو الحزب الوحيد مع الحزب الشوعي حمل كمان جهد هاللي تغلب على الطائفية التي هي أم الأثام نعم بهالبلاد هايدي لذلك أي كلام عن تنوع التنوع لازم يكون نعم بس التنوع ضمن الوحدة نعم بيبقى فيه متنوعين بس كلهم جسم واحد جسم واحد وفيهم تنوعات هاي خوني ما فيه بلبنان انها عدت برات ما فيه دولة يعني ما فيه مواطن فيه فيه شخص قاعد مع طائفة بياخد بياخد كل ما يريد يعني من خلال طائفته طيب بس بيروح الواحد عالدولة نعم بدي يتوظف اول شي بيسألو يان جايب ورقة من حدا حدا بيقلو يخيش وجاي لأون بدون ورقة يعني الدولة ما بدا تعمل دولة هي ما بدا هي بدا تركز بترجعها طايف تروح جب لي ورقة من الطايفة من زعيم معين طيب هذا الواقع يعني هذا واقع المجتمع وحتى بيعني يعني يمكن يعني كمان انتو بيع طويل بمقاومة العدو الاسرائيلي حتى بمقاومة العدو الاسرائيلي تحولت المقاومة اللبنانية الى مقاومة اسلامية هذا على سبيل المثال لا الحصر بس نحن عم نقول كل شي بيرجع بالطايف او بير او بيرحق المسر او المسار اول شي بش مننا مننا حركة صراع طايفية مين مكان عنده استعدادة حرب اسرائيل في فوت عليها في ثقة من اللبنانيين تعتبر انه اسرائيل جار وبنقدر انتفاهم نحنويا بطلوا بطلوا يعتبر فيه فيه حد هلأ فيه ناس ما بيعتبروا ما بيعتبروا اسرائيل خطر على اليوم بس هي لساعدهم وصاروا وتعلموا مننا هللي هللي بيعتبر غير هايك يتفضل عجنوب يحارب هللي هللي بده يدافع عن الابنان اليوم لذلك ما فينا نقول انه المقاومة هي مقاومة اسلامية اسلامية نحنا هلني بيقولوا انه هي مقاومة اسلامية اسمها هللي هايدي الاستقطاب نعم بس خطاب سيد لا نرجع للموضوع الانتخابات اما وقد ارثي القانون اليوم فيها القانون نعمل حضرتك يعني اذا مش مرتاح كتير للقانون بس انت عم تخوض الانتخابات ضمن ليحة قوية فيها ابراهيم كنعان مع محافظ الالقاب غسان الاشقر غسان مخيبر اجوب كردون ياس مصعب كورين الاشقر ادجار معلوف وسركيس سركيس طيب اليوم تنزل اول شي عندك يعني اعتراض وفي كتير ناس عندهم اعتراض معظم اللبنانيين عندهم اعتراض على القانون ولكن تخوض الانتخابات هل يمكن ان تكون هذه اللائحة متجانسة من حيث الماكنة الانتخابية وتعداد الاصوات طالما في صوت تفضيلي لكن هذه الانون نعم بيجعل من اي لايحة مثلا نحن تماني سبعة ضدي وانا ضد السبعة نعم مدبحة جو نعم مدبحة عادية يعني مضبوط يعني هي لايحة ما بتجتمع تتقول والله نحن اذا طلعنا عندنا هالبرنامج ما بيجتمع لانه طبيعة هالمعركة هايدي طبيعة فردية جشعة نعم يعني حطوا حطوا الانا الجشعة نعم القاتلة محل نحن قد ما كان هالنحن منخفض ومنوا على مستوى ولكن حبك يا زندب هاد اصوارتك نعم لذلك يعني انا بعتقد هذا الانون لنه نسبة ولنه متقدم لو بدي عملوا انون نسبة متقدم بعملوا لبنان دايرة وحدة وبيصير فيه لايحتين وبيصير فيه برامج بيجي المواطن بنتخب برنامج ساعة بتقدر تكون لايحة مقفلة اذا فيه ثلاث احزاب او ثلاث كتل مقفلة لايحة مقفلة كل لايحة على برنامج طيب استاذ غسان انت بهال لايحة اول شيء فينا نعرف مثلا الافكار اللي ممكن حضرتك تعرض على الملأ او تحكي مع الملأ حتى المجتمع المتني واللبنان بشكل عام يطلع عليها بدي لك سهلي انا عندي يعني ما كتير تعول على البرامج يعني موعود وموعود برامج يعني واحد يطرأ واحد طويل عريض وما بيقدر ننفس سيما بيستأجر واحد يكتبلو اياها وبيطلع وبي يا بلاطيف بيعملك لبنان جني على الارض وهذا لبنان بطبيعة تكوين ولا بيحمل البرامج ولا بيقدر يلتزم فيها نعم خلينا نطلع من الرصة انا شخصيا مع حزبة او حزبة وانا منخوض هالانتخابات لسبب اول اول شي في في نوع من يعني في نوع من التضامن بين هالارضة الموجودة بالحكم في نظام سياسي نحنا في اوليغارشية معينة اوليغارشية معينة انا بظن كما حزبة انه المناقض لهذا الحكم هذا الطائفة هو الحراك المدني هو الساحة المدنية يعني نحن تنقدر نحارب الدولة بدنا مش مسئلة ايام بدك هالساحة المدنية تقوية وتحمية وتعززها تقدر تحزب من اعطاب هذا هذا النظام عن الناس حزب السوري قومي الاجتماعي هو الذي اختارك وهو الذي طلب منك ان تترشع يعني مش بس نية فردية ولكن الحزب طلب هذا النظام هذا نحن مثل عنده ساحته الطائفية يعني عنده ساحات طائفية بتحمية المدني 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 واللي هو لا طائفة ما عنده ساحة يقف عليها بالنسبة على رغم الطحونة الدينية او الطحونة الطائفية اللي ماشي وصار وعم بتزيد اكتر من اي وقت مضى بتلاقي هالناس يعيش فلان ومعك للموت وما بعرف شو يعني في شخصاني من ميل وفي حزبي من ميل ولكن كلها لا تصب بالمسار اللي حضرت اقام تحكي عنه مضبوط يعني لأنه الناس بتعمل هاك مش مشكلة باغلب يدها من هاك نحنا نحنا نظام هاك يعني هالنظام هو على شكلة الناس اللي بيتخبو نحنا اللي بندعي أنه الناس تطلع من جلد القديم تطلع من جلد الطائفة إلى 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 قانون الوحدة إلى إلى التفاعل مش تعايش إلى التفاعل مع بعضهم لتكوين وحدة اجتماعية مدنية فيها مواطن وما فيها تابع لطائفة هذا هاك بتبلش تبني لبنان لذلك بقدر ما نحنا منقدر نحصل الساحة التي أسسها زعيم أنطون سعادة وهي الساحة المدنية فصل الدين عن الدولة الممارسة الممارسة الدينية لا تكرم الدين في صلوة عن السياسة لا يتلوث لا تكرم أبدا لذلك نحنا هدفنا من النزول بهالمعترك الصعب الوعر غسان أسد الأشقر كيف يجد المجتمع عندما اليوم ستقول الانتخابات بعد 18 يوم هل تجاوب أو تجاوب لهذه الأفكار وحتى للمرشع غسان الأشقر يعني ما فيش شك نحنا لو من ما من لقي تأبل أبدا كنا منقعد ببيوتنا ومنحل حزبنا نحنا عندنا حزب ومستمر رغم كل شي لأنه هذا الحزب وانتون سعادة بالذات شاف بهالبلاد معين بدك تكشف عنه شاف قوة وشاف حضارة وشاف فن وشاف أدب بدك تكشف عنه وهالبلاد هذه بتفاجئ الناس بقولك إسرائيليين خلص طلعوا بيطلع قوة من هالبلد الصغير لبنان بتتحر بتكسر الإسرائيلي بيروحه بتكسر له روحه كسر وبتسل له هالسطوة وهذه الانتصارات هي غسيل للروح في كتير ناس بهالعالم العربي اللي كانوا يأسين من أمريكا لدول العالم كلها لإسرائيل لهالعربان هاودي ما معروف راسه من كعبه نعم للسعودية ما تلخزنا إذا كان في شيء هاكد طيل طلع بيه وقالوا الشام بانهية هل هل شو صار هل شعب شعب قدر سوريا من خمس سنين مش من سوريا اليوم يعني دفعت هالمتشددين إلى الشمال بعبة تلحقهم بالشمال إيه بس سيز غسان أشقر يعني إذا بتاخد عمليا من هالهلال اللي هو بشكل عنصر قوة لبنان فلسطين لبنان أبروس سوريا والعراق أقوى بلد هالعراق هو مدمر ومش عارف حاله كيف يطعب العملية السيارسية وسوريا مدمرة هلا تقوم لإيامي لتقوم إيامتهم بدكش عاشر خمسة عشر سنين لايك هلا ني نحن نحن عن نتيج نحن عن نتيج ومتالي بتقوم إيامتهم ما بعرف اللي بعرفه أنا وهلي هو هلأ فيك تاخد المسائل السليبية مثل ما لا لا بس هلي نحن عم نحن نتائج العملية نحن نتائج عالمية عملية النتائج العملية أنه الدولة بسوريا لن تسقط استطاعت رغم كل تجمع الدول والمال اللي نشد فيها أنه تضل صامد ومتالي الضل صامدة تتقدم بالحرب على الساحة وتصمم وهي مصممة على تحرير سوريا كلها سوا يعني هالمشهد بحد ذاته هو مشهد مطمئن للإنسان بقول والله بلادنا هل قداش بتاخد ما بعرف يعني في الإيجابيات كمان يعني هل المقاومة والشام صاروا ع حدود إسرائيل من جهة تانية تب رأيك اللينك شو رأيك تعليقك على اللينك بين الهلال الخصيب وإيران هل يفيد هذه عناصر القوة أم أنه يؤجج الوضع أكتر بالموقع لا 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 خلينا إيران كانت قاعدة إسرائيلية كانوا المهساد حكمينها صار في ثورة أطاحوا بالشيه وأعلنوا أنه هني ضد إسرائيل مع الفلسطينيين وأعلنوا أنه هني بدوا يساعدونا أنه منقلوا لا ما تساعدونا لأنه لأنه في ناس بهالعالم العربي عندهم الهاجس السني الشيعي ما هي بالله شيء والقيام للثورة الإسلامية بإيران يعني إذا ما بتاخد كمان وجهة النظر بعرف بعرف بس هاي دي فادتنا فادتنا يعني بمعنى شالت عن حدودنا الدولة دولة الشاه هاللي كان حكمة فعليا المستاذ الإسرائيلي شلته عن كاهلنا ونحن عم نفتش على الغريب يجي ساعدنا طيب ساعدونا الجميع طيب أستاذ غسان الأشطاء هني هني ما دخلين بنسيج الأمة هني مش جزء من الأمة ولا ومش دخلين بنسيج الأمة لا هني مش من الأمة السورية يعني مش دخلين بنسيج الأمة السورية ولكن دخلين بالنسيج الوطني طبع كل دولة هني دخلوا دفاعا طيب اتبرعوا بالدفاع دخلين لك كله هاللأنية كل واحد بيقرأ من زويته هاللأ اللي هاللي ما بيحب هالقصة كله سوا بيشوفها سلبية وهاللي بده يقرأ نتائج الحرب السورية بيشوفها إيجابية يعني هدا لبنان في قراءات عدة في قراءات عدة يعني أنا بحط هايدي بيقل له لواحد شو هايدي بيقلي هيدا باب بيقل له لا يا خي هيدا مش باب هل دخل الموضوع هايزا الموضوع إذا بدك تسميه قومي إذا بدك تسميه وطني شو ما بدك تسميه هل دخل بي العملية أو الاستحقاق الانتخاب النيابي أم أنه بقي بعيد عن هالموضوع وصار في حسابات أخرى يعني مثل ما يعملوا قانون في دائرة فردية ومثل ما قولوا كانوا يقولوا أنه بيندفع مصاري هلا عم يدفع مصاري أكتر هل الموضوع القومي والموضوع الوجداني الوطني عم يدخل ببرامج أو مش ببرامج غيب ما صار الاستحقاق لايك ما في شك شك أنه هالمنطقة فيها ترابط نعم يعني لبنان ما توقفني بالكلمة ما بيحكي مع سوريا هلا أنه بيقوم الشيخ سعد بيسبهم أنه شو هاودي وهيك وبيقول أنه هاودي السنة بخطر هذا كله تهييج وغيره بيقول لك غيره معم بيقول أنه بدون ما استعمل الشيعي ما استعمل أنه ساعتنا بخطر لا معم بيقول بخطر أبدا بالعكس بيطلعوا على التليفزيون بيقولوا يا قي خلينا ندفع مع بعضنا هالتجيش هذا وفيه تجيش غيره مسيحي هذا اللي بيمزق لبنان ميت شقفة هلا بموسم الانتخابات بموسم الانتخابات بما أنه مترابطة هالمنطقة بعضها ما في شك أن أي حدث بأي منطقة من هالمناطق بنعكس على غيره بنعكس ما ما في شك هلا أني لبنان كانت بسكرة سوريا نعم هلا أني بدأت تفتح مسارات بدأت تفتح وبعدين واقتصادنا وين طريق اللي بتاخد على الانتاج لبنان انتاج لبنان من سوريا على إيران على الخليج على الخليج هذا الطريق هذا يعني هذه الجغرافية ما فيك تلعب فيها هذه الجغرافية هذا الترابط هذا لذلك لذلك نحن بعدين جاي على سوريا أعمار يمكن يجي ميتام مليار لبنان بدوا يستفيد كمان لبنان مش بدوا يسب سوريا بدوا يبلش يهيئ الشركات والجو بلبنان لأنه إذا دخل لبنان بها الأعمار مش هدا مش بس بتسفيد الشركات بيجوا كتير من المغتربين الشباب اللي هاجرت بترجع تشطل لأنه هيدا بتفسح لك مجال لمئات الألاف من بتعليق على التحالفات وعلى نسج اللوائح الانتخابية بلبنان هل هالموضوع كان له تأثير هالمرة ما لاحظنا كتير شفنا ناس مثلا ناس مع الجماعة الإسلامية كانوا يسبوها ناس كانوا يسبوا العونية يراحوا معهم ناس كانوا يسبوا القوات مشوا معهم يعني في كتير معك يعني هي ملغوصة نعم هيدا لبنان كله ملغوصة كله ملغوصة هلأ في إش في ناس تتميز عن الناس مثلا نحنا كعزم قومة نعم سط إلى مئة مرة وبعيدة وبعيدة لاش منروح منتحالف مع فلان مش مع فلان نعم في عنا سببين أسيسيان نعم السببب الأول هو أن يكون هذه المجموعة أو رئيسة معادة لإسرائيل يعني هذا أول عماد عون عماد عون فتح خط وهو اتحالف مع حزب الله وفتح هايك الدوعة من التفاعل السن كسر التبويات هايدي أول شي تاني شي بده يكون مش حزب طائفة نحنا عزب طائفة ما متعمل معنا كمان عماد عون ما عنده في شوائب كتير ولكن خط اتجاه نحو اللطائفية حتى اليوم حكي عن هذا الشي دائما بدنا نتجي يعني اليوم كان أكتر أوضع تالت شي هالهالهال مجموعة من الناس اللي هي الوطني الحر كمان ما عندهن تبويات أنه سوريا بتكلنا وبتبدعنا فيه فيه نوع من الانفتاح فيه نوع من الانفتاح والمرونة فيه نوع من انفتاح لما هو مصلحة لبنان نعم مصلحة لبنان يعني أنتو خطوا بهالليحة وحضرتك موجود فيها هيدا عنوان من العنوين اللي أنت مقتنع فيها نعم طيب بس اليوم إذا بدنا نحكي حسبيا أستاذ غسان أنا بالحساب حمار متوخد لا لا إذا بدنا نحكي مثلا غسان الأشعر موجود الياس مصعب موجود كورين موجودة غسان مخيبر موجودة طيب كيف رح يكون يعني ملاحظ أنه يعني ممكن يمكن صير في صير في إلغاء بمطرح معين إذا على الصوت التفضيلة يمكن فيه حدا بياخد من حدا أكثر من أي هذا كيف قبلته أنه كل واحد يعني إحنا نزلنا عامل لأنها قوة ثابتة نعم قوة ثابتة نطلقهم فعلناها وفعلنا يعني تيارنا لأنه المكان الشمالي هنا ما فينا نتركه عرضة تتنات تتنات شو يعني الأحزاب الطائفية لا وكل عمره مختبر سياسي أكثر شي كان متنوع هو عبر التاريخ هو المكان هو المكان الشمالي نعم يعني فنحنا ما هتخلوا يتنات شو ما رح ما رح نخلي يتنات شو وبدنا متل ما قلت بالأول الساحة اللي خلقها نطول سعادة ساحة اللطائفيين بدنا نوسعها ونمتنها ونحميها تتسير هي ساحة مناقضة للساحات الأخرى يعني هي الساحة الوحيدة اللي بيقدر لطائفيها لطائفي بالمثل بتطلع ما بيلاقي مطرح يقف علي ما بيلاقي مطرح يحميه وين بيروع بيرجع بيرجع أطيفته هم تستعدرني المقولة أنتو نقشتوها بفترة من الفترات إنو بس حدا يفشل بشي مطرح معين بمساره يأس يابي يروح على الطائف على الطائفي على الدين يابي يروح على العسكر تعب يعني على العسكر يعني أنه على النظام البوليسي أنتو أنتو بتنفروا منها الاثنين تعب ما لقيت أنه الفريق الآخر اللي أنت يمكن ما بتتلاقى معه أنه راح على التطييف أو على الأحزاب اللي ممكن تكون طائفية لأنه فشلة الأفكار اللي يعني ممكن كانوا يقامنوا فيها مثل ما أنتو بتأمنوا فيها يا خي فشلة بيقلك بروح أنا عغيرة الدين نعم أكدين نحن مش حزب هذا طائفة يعني بتفوت عليها تاخد مغانم نعم نحن حركة ثقافية حركة توعية بالمجتمع وهي وهي حركة صراع وأبطون سعادي عمل ساحة حتى نظام كل انتخاب الداخلي كمان برهن هالشي بالفضل نحن يعني هون في ديمقراطية مضبوطة نعم فهذا الحزب هذا هو هو ديمقراطي وساحته ديمقراطية وساحته ساحة مدنية والحزب كعزب سوري قوم الاجتماعي سيمتن هالساحة وسيدافع عنها سيمتنها بالمتن أولا هيا بالمتن بالمتن نعم وهذا المتن ما تنسى هذا المتن فيه أحزاب من جميع وفيه طوايف نعم بس هذا مثل منور يعني فيه علم كثير وفيه مراكز اقتصادية كبيرة فيه نهضة وفيه نهضة وفيه كتاب وفيه شعارة طلعوا منه وفيه فنانين على كل المستويات وبكل المستويات لذلك هو منصة منصة ثقافية معرفية هالمنصة عم تخبر يعني نحنا من برامجنا أنه نرجع نعيد للمتن الشمالي كما للبنان بس نعم نعم طبعا كما نصرت نضال شقيقتك كمان يعني كمان ما عم تأثر بهذا الموضوع الله يحفظك نعم بدنا يعني قصة المدارس قصة مراكز الدراسات وهلأ اليوم أنا عمل خطاب بالمجلس النواب نعم عن اقتصار المعرفة من 20 سنة نعم هلأ عم يحكو فيها أنت حكي عنا قبل حكي عنا من 22 سنة هالنظرية بتقول أنه المعرفة بأواخل قد 20 نعم عم بتصير هي القيم القيم التفضيلية نعم تكاد تكون الوحيدة بالاقتصاد مش هي ملحط برأس المال هي رأس المال وهي المولد لرأس المال وهي المولد لصناعات جديدة من هيك تزخير اللبناني بالعلم والمعرفة الجديدة تزخيره بأشياء هو هذا ما في شك كأنك عم تعطي اللبناني رأس المال طي يشتغل فيه من هيك منشدد كتير نحنا على المدرسة الرسمية على الجامعة اللبنانية عمراكز الدراسات هايدي كلها سوا يعني هذا الخزان الاجتماع اللبناني غير أنك بكتعملوا لطائفة بدك ترجع تعيد تأهيله كمنتج هاي بتقرعوا فيها كتاب شيمون بيريس اللي بيقول نحنا المعرفة ونحنا الشغل والمجتمع العربي والإسلامي هو شغيلة عندنا بتابوا اللي عملوا من عشر سيني أكدت أه أستاذ يعني واعي هايدي هالعنجهية مثل العنجهية الإنجليزية نعم الإنجليز كانوا أمبراطورية طويلة عريضة هلأ صار يهزدوا دنبون وراء الولايات المتحدة وراء الولايات المتحدة من وقت لآخر بيعملوا أرمادة وبيروحوا عجزيري بآخر العالم حد حد يعني حد الأرجنتين الفيهة ثلاثة أربعة رعات بيعملوا حرب ملوين نعم بيعملوا حرب هونيك هايدي كلها هايدي كلها أثار أثار الإمبراطورية الإمبراطورية هاودي هاو الإنجليز نعم بخذي بالكلمة بفيني مرة بدون ما أقولهم هاودي الإنجليز أولا والفرنسوية تانيا تنعرف شو صاير بهالبلاد تنعرف شو صاير بهالبلاد هاودي استعمروا العالم ونهبوا وقصموا وأزلوا وشقفوا بس عمليين دولة بقلد دولتهم بحافظوا على القضاء بحافظوا على عملك عملك هني دمن ما هايدي إيه هلا هالديمقراطية هاللي ديمقراطية مع بعضها وعالآخرين نهبوا أتل يعني هايدي بدأ باتخذ بعيد باتخذ بعيد الأرض ما هي المعمورة استيس غسان الديمقراطية مش أنك تعمل الديمقراطية هي مسار عام هي تفكير عام مش توحش رأسماني برأيك مش توحش طيب بس استيس غسان يعني هالي المعمورة لو بدنا نحنا نعرف مين يعني كنا جبنا نوحه وأعطانيها لأولاده ما فيه دول ما صار فيه دول كل دولة طبعا بره بدأ تكون شاطر هل ترك لي نوحه نعم نعم شو بها الدول لا أنه هادي الدول بس يصير فيه تكوين دولة معينة هي ما راح تكون مشروع خيري راح تعمل ديمقراطية عندها ويمكن تروح على غيرها يعني عند غيرها ما بدأ تكون يمكن نحنا هيدا أنا عم نقوله هلأ أنت بتشوفها شغلي طبيعي أنا بشوفها أنه هالدولة المقيتي هاي دي هاي متوحدة هي والفلسطين قسموا العالم ونهبوا نهبوا له خيراته كلها سوا يعني شو هال شو هالعظمي هاي دي اللي بتعمل حرب الأفيون أو حرب البترول أو حرب أو حرب وهلأ دي إجاها سيد جديد هو الولايات المتحدة يعني يعني ضعفت ووهنت هذا إيش الولايات المتحدة هني بعدهم الإنجليز بعدهم الإنجليز هاودي هالمستعملين يعتبروا أنه أنه الولايات المتحدة هني عملوها اي وبيزودوها بالأفكار السوداء اللي ما عندون أفكار نشانمية طيب أستاذ غسان الأشعر يعني بدنا نحكي بنهاية الحلقة أنه الله وفقك نجحت بالانتخابات وصار في يعني فريق معين أنتوية يعني في تجانس هل رح تلكون قابلين بهيك قانون انتخاب أم أنه عندكم أفكار أخرى أو تعديل آخر أو مبارج نحنا ترحنا من عشر سنين خمسة عشر سنة قانوننا اللي هو لبنان دائرة وحدة ونسبية نعم ونحنا منظن أنه ما رح يصير فيه تغيير تغيير باللبنان إلا على هالأساس هذا هذا دائرة لبنان دائرة وحدة مش بتطلع لك واحد من هون واحد من هون بترجع بتستوعبهم طواقف هذا بيطلع لك اتجاهات اتجاهات طويلة عريضة عشرين ثلاثين أربعين نايم عندهم اتجاه معين بيقدروا يكفوا بالقليل يكفوا وشر هالدولة عن الناس يعني ممكن يكونوا نخبويين يعني نخبويين كلمة ما بكتير بحبة بس يعني بيشغلهم بس هني من من المثقفين الوطنيين من المجاهدين من العمال والفرقين المجاهدين حقيقة والثقافة الثقافة لا الثقافة والأخلاق الثقافة والأخلاق بيكون عندك عماد المجتمع والمجتمع بيعمل سياس بدد يكون الوعد وبدي يكون أنتون سعادي الجيمني كتير مهم أي خطة مهما كانت بديعة ومنظمة لا تنجح إلا إذا حمدها رجال عندهم عقلية أخلائية جديدة ما تطعب إذا ما في عقلية أخلائية جديدة ما تبقى تتفنن بالآخر بكتوقع بدأ يأكل الفساد بدأوا يأكل بس ما بتلاقي إنه اللي عم تحكي عنهم هاو السلبيين هني دايما بيخطفوا الثورات بيخطفوا القضايا بيخطفوا الفكرة مع ما كانت بديعة بأكدين ما هني شغلتهم هادي ونحن شغلتهم قطشلهم إيديهم طيب يعني هادي 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 صراع صراع من من فجر التاريخ أستاذ غسان من شبع منق بس آخر سؤال بهذه الحلقة في وجهة نظر بتقول إذا كانت نسبية على دايرة وحدة بلبنان اليوم الموجودين بلبنان مهما كانت يعتبروا معتدلين بكل الطواقف بكل الأحزاب بكل يمكن يكون بعد فترة يكون في ناس متطرفين جدا وهني ممكن يقودوا مكوناتهم أو مجتمعاتهم الأقليات بلبنان كمنطقة يعني مثل المسيحية والدروز وهاك ساعتها بيذوبوا عندما يكون لبنان دايرة وحدة ونسبية ويكون في تطرف هادي بالعكس يعني الصوت المسيحي أو الأقلي يحسب بالدارة الوحدة هلا لا يحسب هذا واحد اثنين هادي بلاد مافيه أقليات هادي بلاد كل مكوناتها أقليات إذا أعتبرت الشيعة أقلية والسنة أقلية والدروز أقلية و المسيحي كلهم أقليات وما يجمع أوقات الدرزة مع المسيحي أكتر ما بيجمع بيجمع السنة مع المسيحي أوقات بهال بها الخضا Light هو أكتر ما بيجمع الشيعة مع السنين. يعني هاي ده هاي دي بلاد بلاد من هون للعراق. هاي دي بلاد اقليات كلها. وفكر انطونس هاي دي قائم على دمج هالاقليات وتكوين مجتمع. هيدا الوديال وهيدا المثال. بس التطورات مش اتعكس هزه الفكرة. نحن نحن مع ابدا عم نحكي انه هادا هادا ميثالية اكتير اكتير واقعية وهذا ولكن الواقع السياسي والتطورات اللي صارت بالعربعين سنة. ما ما عطيك. انا بحتي اوقات بقولولي هادا مش معقول. ها. اول شيء اللي مش معقول هو انه نكفي هايك مثل ما احنا. هادا مش معقول. مش معقول انه نضلنا بهالنزام الطائفة. نتأرجح على شفير هالطواف هادي. هادا مش معقول. والممكن هو نحنا ارادتنا. في في انت عندك ممكن وانا عندي ممكن. في جماعات عنده ممكن انه منقدر نلغي الطائفية. في في جماعات اخرى لك مش ممكن. في كتا عمل حبار. في فرديا اذا في في حدا هاجم عوالا. بفرد وكذا في واحد بفز بالقط. تاني بقول مش ممكن. يعني هادي فكرة الممكن. فكرة كتير. ممكنة. اي. 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 كتير ممكن. استاذ غسان اشقى نحنا من تلفزيون دنين نحنا مشكرك. مرشح لائحة المتمن القوي. نتمنى لك التوفيق. وان شاء الله نستضيفك بحالة. الله يحفظك وديمك. خلينا. مشاهدينا الكرام. نشكركم وإلى اللقاء بعد قليل. مشاهدينا الكرام من جديد على مسار الاستحقاق النيابي. اهلا بكم عبر شاشة تلفزيون لبنان. ومعنا الاستاذ نازيه نجم. مرشح تيار المستقبل على لائحة لائحة مستقبل في دائرة بيروت الثانية. اهلا وسهلا فيك. عن المقعد الارتودوكسي. عن المقعد الارتودوكسي كمان. لانه اليوم في صوت تفضيلي وفي حاصل. على كل حال من رحب فيك مرشح. وان شاء الله نتمنى لك التوفيق انك تكون ضمن ندوي البرلماني. شكرا ومسار خير على كل المشاهدين. يعني استاذ نازيه دايما يقال هذا متل لبناني عامي اللي بتولد انقار. وبمنطقتنا دايما يقال انه الاحوال الاجتماعية الرديقة والسيئة. اه اه الاحوال الاجتماعية الرديقة والسيئة بتولد اه اسباب تدفع للناس لا تفوت على الارهاب. اه نحنا بنعرف انه حضرتك اذا فينا نقول بين مزدوجين مخضرا بين السياسة والاقتصاد والانماء. اه صناعة كمان. نعم. بالاضافة للاقتصاد. اه اه نحنا كمجموعة مرشحين للنيابة مع دولة الرئيس. جيين حقيقة لنكون معاونين حقيقيين لدولة الاقتصاد. نعم. ورفع اللي 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 حضرتك عم تحكي عنه او الوضع الاقتصادي. طبعا انا كنا ننتقي فيك وقت مع الصناعات صناعيين اه البلاط وغير البلاط وهيدا. صحيح. ولكننا بنعرف عندك نظرة انمائية سياسية للوطن. صحيح. اه اليوم كل اللبنانية بيحقوا سياسي. نعم. وكل مين بيشتغل في لبنان مضطر انه يكون يعني عنده معرفة بالسياسي وقال له ما بيقدري يكفي نهاره. هيدا الواقع. صحيح. ونحنا جيين من اه كل المجموعة اللي حوالها دولة الرئيس جيين من بيئة اه اقتصادية انمائية سياسية اه منتجة. نعم. وهيدا كله لانه دولة الرئيس حط رؤية جديدة للمقاربة الجديدة للاقتصاد يلي اه وضعه كتير سيء للوضع المعيشة اللي نحنا عم نتحرض له بال. طبعا يعني الظروف بهذه الفترة على رغم الظروف قصاوية الظروف عهد الرائس الشهيد رفيق الحريري المرحلة تلك. ولكن هلا الظروف اصعب. نعم. نعم. بس انتوا مستلزمات هذه الخطة اه اوتوها بأعلانكم الانتخابي. صحيح. يعني بلشتوا بالشأن الوطني والسياسي. اه شو رؤيتكم بالنسبى للبنان لبنان دستوره ونظامه. اه نحنا كنا منتمنى على كل اللي بيحبونا ولي ما بيحبونا. نعم. اللي بيقايدوا. نعم. سياسة الرئيس وسياستنا. واللي ما بيقايدونا. انه يقروا الاعلان الانتخابي طبعا. نحنا بالشأن الوطني راح نحكي عنه. طبعا انتو وزعتوا يمكن كتايبات. طبعا عملنا. اه اعلان الانتخابات الفان وانتاش طيار المستقبل. صحيح. نعم. نحنا بالشأن الوطني ازا بتحب تقدر هو هيدا هيدا الاعلان. نعم. عم بتشوفه. اه بالشأن ال الوطني والسياسي عنا اتفاق الطايف. نعم. يلي نحنا بالنسبة لقلنا هو اه. متمسكين شيء. طبعا هو ومقتضياته والوفاء الوطني. هو اساس العاش المشترك في لبنان. نعم. وسلامة النظام والفصل بين السلطات وتعاونها. هيدولي بداية يعني. اه بس اتفاق الطايف يعني بتشوف يعني فيه افريقا بيرجع ما كانوا مقتنعين فيه. عم يرجع اقولوا نحنا آآ ماشيين تحت مظلة اتفاق الطايف. برأيك آآ هل اتفاق الطايف آآ آآ فيه فيه آآ خطر عليه? لا ابدا. ابدا لانه ما في حدا في لبنان. بالنهاية. معي الوقت نعفي. مش مش مقتنع باتفاق الطايف. اتفاق الطايف هو مظلة حقيقية لكل البلد يعني. نعم. والعبور الى الدولة المدنية الحديثة نحنا عم يعني هادي دولة القانون والحريات وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية الى ما هنالك. وتحريرها من وطق الطايفية السياسية والادارية وانعكاسة على نظام الديمقراطية ومؤسسات ومؤسسات الدستورية. طيب هادي مش احلام يعني. ليه احلام? بده اكتبني وطأ. عم نسأل نحنا. هادي برنامج عمل لكتلة بحجم كتلة الرئيس الحريري. نتمنى انه الاخرين يلاقونا فيها مقبيلة. يعني اليوم نحنا بنحكي لكل الوطن انه يلي بيقرأ هالبرنامج السياسي يتفضل تهينا ايشنا فيه. اذا بيقنعنا نحنا مستعدين يعدلو. وازا نحنا بنقنا يتفضل يمشي يمشي. يعني بتقولوا العبور الى الدولة المدنية الحديثة دولة القانون والحرية. صحيح. طيب اذا في عشرة فوق القانون بلبنان كيف ممكن يكون دولة قانون. طيب بدي تظل دولة ايه ولا ماذا بدنا نروح نحن. بدنا نرجع عن سير الدولة اللي بيحكمها القطار والامن. احنا القانون واللي انت تحت حماية القوى الامنية والجيش اللبنانية فقط لا غير. يعني هادا هادا اللي نحنا واليوم بوجود رئيس قوي بالبلد. نعم. قطل فخامة الرئيس اللي نحنا. واليوم بحكي عن دولة المدنية والاعلانية. والي نحنا بنحترمه كتير. نعم. ونحنا في توافق معه بالسياسي. نعم في تفاهم. اه يعني مش معقول انه بهالعهد ما نقدر نطالب باقل شيء. يعني يكون عندك دولة حديثة تحكمها القانون والحريات. والعذية الاجتماعية. اكيد اكيد. طيب. تحريرها من وطقة الطائفية السياسية والادارية. نعم. اليوم خلينا نكون يعني استاذنا زيه النجم خلينا نكون واقعيين. اليوم حتى قانون الانتخاب في جهة منه او في زاوية منه يعني ملاصقة للمسار الطائفي او المذهبي. اليوم يعني اذا بدك اذا في توظيف حدا او اذا في حدا بحاجة لاشي بالبلد انه عنده حاجات معينة بلاقي اقصر الطرق هي انه يروح عن طيفته او يروح عن مذهبه. ما بدنا نخلص من هذا صح. هيدا موضوع لازم يخلص. لازم اولادنا يتوظفوا بالبلد حسب كفاءاته وحسب علمه. نحنا هلأ اذا بنقرأ شوي بالبرنامج تبعنا. نعم. نمركبين انتو عن التحرير من وطقة. لا لا بدنا نكفي كله لانه نحنا بعلنا بالشق السياسي والوطني. اه اه فيه في معنى اذا من فوت. معنى وقت. عم تحكي عن شرعية لبنانية هي الضمانة لوحدة الشعب والدولة والمؤسسات. في حضرتك اه عندك شي اي اعتراض عن انه الشرعية اللبنانية هي الضامن لوحدة الشعب وال والدولة والمؤسسات. ارادتها تعلو فوق ارادة الطواقف. والافراد والمجموعات والاحزار. نعم. لها القرار وبيدها السلطة في كل شأن سيادي. حدا ممكن يكون ضد هالموضوع. عبدا بس اذرعت اذرع شرعية. نعم. هي السلطة والدولة. نعم. والشعب هو القاعدة. نعم. اليوم عم نلاحز يعني من بعد ما صار في تسوية سياسية. نعم. والرئيس سعد الحرير يعني كان هو رأس حربة هذه التسوية زبنا نقول. يعني وانتخب فخامة الرئيس عمد مشاعون رئيسا للجمهورية. يوم فيه نوع فيه حد معين من انه اذرع الشرعية موجودة. ان كان مجلس نواب او حكومة او حتى القضاء والجيش اللبناني والقوى الامنية. نعم. من لقيا معززة اكتر من اي وقت مضى. طبعا. فازان كان ارار دولة الرئيس ارار سائب لما انتخب فخامة الرئيس. نعم. فازان يعني كل اللي بيلونه. بس بس عم نلاحظ انه الرئيس سعد الحريري بهال ايام. نعم. يعني كان برح مؤثر جدا. وقت اللي نفتح اقرايتم. يعني. اضعف الامان. وكان يمكن يعني خلينا نقول انه نحنا شوفنا نتعرف نحنا عنا الاتلام وهذا. كان عم يدمع يعني الى حد انه. كلنا ده معنا. طيب. بس انتوقيت تاني يوم انه قال انه بيروت لأهله وبنا نحافظ عهوية بيروت. يعني ما ما فسرتوه مضبوط يعني. وهتقول بنا نحافظ عهوية بيروت كأنه يعني بيروت غير عربية او كأنه بيروت. مش غير لبنانية. بيروت لأهله بيقصود انه ولادة لازم يكون يرجعوا لها. نعم. ولادة لازم يشتغلوا فيها لشكل. كل المناطق التانية. يعني هدا مجال حتى توضح لنا. طرعا كل المناطق التاني لأهله. يعني انت حضرتك بتسافر بتغيب سنين بترجع عالبلاد بتعمر بيت بضيعتك. مظبوط. انه هدا الانتماء الحقيقي اليوم بالبلاد. نعم. كل واحد فينا بانتماء. انا قبل نمصيت بي. نعم. خارق الخلقان بشارع الضناوي. بعدنا لليوم حيت دبش بعتبرو. نعم. لانو كان يسموه حيت دبش. بس بدك شي شغلي مش عندك يافتروع الضناوي. طبعا وبعدنا اهله وناسة كلهم اخوتي وصحابي ورفقاتي. وبنجتمع من وقت لوقت وكل الاوقات. يعني اليوم ما فينا كل يعني كل كل من اولة ازا بتريد. السياسي يعني. طبعا. اكيد بيروت لأهله. نعم. وجونية لأهله. ومرجعيون لأهله. وكلنا منرجع بالاخر. نمنى بيوت وكل واحد فينا بيبني بيت اكبر من التاني بمنطقته. طبعا في حملة. نعم. في حملة اليوم انتخابات ومعروفة. كل حدا بده يرفع سقف من هون بده يستقطب. هدي مشروعة بكل الحملات الانتخابية. بتقولوا الحوار هو السبيل الوحيد لمقاربة الخلافات السياسية. والاستقواء بالفوضى والسلاح والاستفاف الطائفي لبتل الخلافات عنوان لفشل الدونة. صحيح. هل انتم متفقلين بمسارات فتح مسارات جديدة للحوار? وشفنا انه فخامة الرئيس قال انه بعد الانتخابات استراتيجية الدفاعية سوف تطرح. فيه ابشع من السلاح والاستفاف الطائفي استاذ? هيدا صار حرب من الخمسة عبين للتسعين. اي اوكي ايات تسعين بعدنا لليوم. لأ هلا طبعا يعني. انه معلش خلاني احكي بمحبي اليوم ونحكي قديم جمهور. نعم. اليوم السلاح. والاستفاف الطائفي عم بياخرنا الاقتصاد. نعم. اليوم ولادنا ما عندها شغل. اليوم مصانعنا تقريبا بتسكر. اليوم عندك كل يوم في قصة بعدك حضرتك بلشت حديثك انه الوضع الاقتصادي بالبلد. اللي بتولد انه. انه يعني كله هدا ليش. ليش في بلدين حوالينا نحنا. عايشة ومرتاحة. وولادنا بيشتغلوا فيها. وبينموها. وفيها مستشفيات وفيها كل شي. وولادنا بروحوا بيخدموا المستشفيات. بيخدموا المطاعم. بيخدموا القتلات. بيخدموا الجامعات والمدارد. انه ونحنا عم نرجع الوراء. لانه لانه سلاح اقوى من من اي شي تاني بالبلد. بس ما عم بتلاحز انه. ولانه الطائفية عم عم تكلنا بالبلد. طيب ما بتلاحز انه موضوع السلاح صار اخف وطأ من قبل. ابدا. وما عاد فيه تدخل يعني. يعني هادي هادي حملة انتخابية طويل. خلينا نكون. ابدا يا عزي. خلينا نكون يعني صارحين. ابدا اي شخص بيحمل سكينة بالبلد. مش تحت امرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني. نحنا منعتبره سلاح غير شرعي. اليوم نحنا منقول السلاح اللي هو تحت رعاية الجيش اللبناني. والذي يمثل الشرعية اللبنانية. بتضلك انت عطلين همه. طيب بس القرار رجع للدولة. هلا فيه رئيس قوي مثل ما قلت. فيه رئيس حكومة وازن. وفيه رئيس مجلس نواب. وفيه مؤسسات. افضل من قبل سنة بوقت الفراغ. وافضل من قبل. ليش بدا كيني افضل. رئيس الجمهورية ومثل الشعب اللبناني نعم او لا. رئيس السلطة. نعم. السلطات كلها مشيك. وهو كمان بنفس الوقت. هو القائد الاعلى للقوى المسلحة. نعم. وعم يمارس دوره على هالأساس. لا نحنا منريد انه كل اسلاح يكون تحت امرته. نعم. نحن شو عم نك شو حكيين غيريك. يعني نحنا اه كطرف نحنا بالسياسي اليوم. بالنسبة لان الرئيس هو اضامة للكم. بلقاءاتكم يعني مع مع الملأ يعني مع هالناس. ما بتلاحظوا انه يعني الشباب يعني الشباب والشبات. نعم. ما بتلاقي انه الشبات منه يعني منه ناخدين جد انه الاحزاب بلبنان بده نساء تكون بمواقع بالسلطة بمواقع بالندوة البرلمانية بمواقع بالوزرات. انا بيهل المعنى بالذات. نعم. ده ما بيقلوا لي انه الشبات ليش ما بتفوتوهم معكم بالنياوي. نحنا لازم نفوت معهم. هن خمسة وخمسين بالمية. استيجالات. طيب بس الاحزاب ما عم تعملون يبلشوا بيكوطة يبلشوا بيكوطة. ليش بدك ليش عم بتحطوهم للنساء بيخانة دايقة. ما بدون يمطلقوا من مطرح. يا عزيزي الستات هن اه هن اماتنا وخياتنا وزوجاتنا وبناتنا وحفيداتنا. هن اللي هن بيربوا المجتمع وبيكبروه بقوه. ليش ما بيعملوا اللوايح ضدنا. بالعكس انا بيحترم كتير انه يكون في اليوم عنا مية واحدة عشر مرشحة. بس كان لازم يكونوا خمسمية. ولازم يكونوا تسعمية مقابل الرجال انه. طبعا طيال مستقبل رشح وهذا. بس بعد على مستوى العام الاحزاب اللي هي حتى منى طائفية. الاحزاب العلمانية المدنية. منلاحظون انه في عندهم هنا. زي لا يمكن في حدا يعني فيه نساء بيقربوك موجودين بإدارات الدولة ويعني وناشحات وكذا. ولكن العدد بدل قليل. حتى اذا بك ترشح حدا اذا بك تحكي بحدا منلاحظ انه في شوية قنوط بالنسبة للمرأة معانو المرأة اللبنانية كتير يعني جريئة ومشيطة. صدقني ان المرأة اللبنانية افضل من الرجل لما بتسلمها مهمات. ونحنا بشركتنا بقدر اكد لك انه عنا خمس وستين بالمئة بالادارة سيدات. فنحنا ابدا بالنسبة لانه يعني هنه اهمية. اه 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 اه. تحديث النظام من الفساد حكيتوا عنه بيعلانكم الانتخابي. ترفيك يعني فطفاض هيدا. هيدا عنوان كتير فطفاض. ماذا فطفاض؟ بدك توصل اذا ما اي شي بتبلشو بفكرة بتحولها لحقيقة. اليوم لما اجل رئيس الحريري الشهيد اه رئيس رفيق الحريري على البلد. تتذكر بالتنين وتسعين. نعم. اعطى مهلي للموظفين الفيسدين يدموا استقالتهم. نعم. صحيح? نعم. وتقدم كتير استقالات ولكن بوقت النظام كان موجود النظام السوري والحماية اللي صارت للبقيين. وما قدرنا ننفذ. نحن اليوم. فيني قلك انه دولة الرئيس وفخامة الرئيس. اخدين قراءة انه ما يبقى فيه فساد ولا فسدين بالدولة. استاذ زيه نجمع ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري يعني فينا نقول انه كمان انا كنت غطي. اكيد. يعني. بنشاطه. في فترة طلع الصريخ هو الرئيس سانيورا. كان بعده بعد ما 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 رمم الاصر الحكومي كان بعده ان هون مطرح وزارة الداخلية. صحيح. من هون لهون عرف انه مسلا في مشروع بيكلف لنفطرد عشر مليون دولار. الرئيس سانيورا بده ايام عشر مليون. الرئيس الحريري قال له بدك الدوب له لانه في كتير افريقاء بده نياكله. لا مش صحيح. يعني. مش هل. مش بها العبارة. بترجاك. انه كان فيه وصاية سورية. وكان فيه ناس بتستفيد من المشاريع القام. بترجاك. الرئيس الحريري كان ممكن يدفع من جابته. من جابته. مش على ظهر الدولة. يعني. مش عمل لك من الدولة. انا ما قلت لك من الدولة. ما حضرتك عم تقول مشروع. لا انه هذا مشروع. قال له هيدا عشرين مليون. قال له كيف بدك تدفع عشرين مليون او كيف بدك تعملك. نحن حتى اسفاره كانت على حسابه هو الخاص. طبع. طبع ما ما عم قل لك. بس انه هيدا مش مش ضروب مسلا انه يا خي خلينا نطنش عنه. حبيبي الرئيس الحريري وجوده عمر البلد. رئيس الحريري لوما الرئيس الحريري كنا بعدنا تعرف هين كنا بالاسواق وين صرنا. ما هاي الفكرة. لوما الرئيس الحريري لكان عنا مطار. نعم. ولكان عنا مدينة رياضية ولكان عنا طرقات ولكان عنا اكسترادات ولكان عنا مضاعر الشو. كانوا اللي يلمو انه كيف عم بيعمل مطار لستة مليون. ولانه كان زلمي عنده كان يقشى على بعيد الرئيس الحريري. نحن من ايام الرئيس الحريري يعني ايام العز مرقة على البلد. نعم. يعني بدنا نسمحونها. بتحب بتحب نحكي بالبرسبكتيف اللي انت عندك اقتصادية قبل ما نكمك بالسياسية. لا فينا فينا نحكي. فينا نحكي. فينا نحكي. نحكي بكل شيء. طيب. اذا معك الوقت. ايه في وقت. اذا قلنا. اذا قلنا. اذا قلنا عن التزام القرارات الدولية. خصوصا. لا في شيء غلط هذا فيه. لا في شيء غلط. بس الاسرائيل هي اللي عم تخرق. قبل كل شيء. لما بتخرق اسرائيل احنا كلنا ضدها. طيب شو عم نقدرنا عمل معها. في دولة في رئيس جمهورية في وزارة خارجية في رئيسة حكومة في مجلس نواب. عم بيعملوا شكل مستمر عليهم بس انه. اسرائيل ومعالجتها ضمن الأقنية السياسية. أقنية السياسية والديبلوماسية. وفيه والديبلوماسية اكيدة. ولما بيصير في عليك حرب كل اياتنا ضد اسرائيل. طيب مثلا مزارع شبعة. نعم. الدبلوماسيا وسياسيا سنونا كذا سنة ما منقدر نعمل شيء فيها. اعطينا الحل اذا بتريد. انا ما عندي حل. ولو انت مقدرا تفضل حط لنا حل على الطاولة. انا ما فينا اعطيك حل. فينا اعطيك واقع معين. نعم. انه وقت الاسرائيل بدأ تخرق بشكل متمادي. واصدقائنا من الدول الخارجية لا تحرك ساكن. وحتى ما بتساعدنا باسترجاع مزارع شبعة. هاني لا يوجد فريق ثاني مพو Playstation. وانا بتحفيه عن الحوار. كما ان تلاح viu groupe? نعم assisted in Saudi Arabia. واحد وطيبك مخ رت في يوم في بلدني لاحظ عاصل باست исп夕 فريق Thadani. عمل تفاهم نيسان. خلي لك لبنان متطور انمائيا وكذا. وعمل الية للمقاومة. هيدا اللي عم نطلبه نحنا. بس نحنا عم نقول الية المقاومة تحت سلطة الدولة اللبنانية وتعطى ان تفاهم بالاقتصاد. وهلا بعد الانتخابات راح يكون في بحث باستراتيجية دفاعية. نحنا عكلهم تقلك شارك. ما بنعتبر حالنا ابدا فريقين بالبلاد. ومش صحيح نحنا لما منوصل في عدو عدونا واحد. ولما منحكي اقتصاد لازم نحكي اقتصاد روح. خلينا ناخد فاصل اعلاني ونكمل. مشاهدين الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام. استاذ نزيف نجم راح فيك مرة تاني. يعني بيروت تاني راح تكون معركة حامية هيطا. اه نقلوا مقعد الاقليات على البيروت الاولى على الاشرفية. المقعد الانجيلي بقيه. وحضرتك عن المقعد الارتودوكسي. نحنا نعرف بخلال الحرب السابقة. كانت كانت كان لها مختبر. ويعني صورة مصغرة عن لبنان. اه كيف هالطواقف 18 عايشين مع بعضهم. اه الحمرة اه بابدريس لمصيد بوطن. يعني وهما كان كان في اه والاشرفية كانت مصيف للمزرعة. اليوم اه حضرتك كمرشح اولا يعني طبعا عن كل لبنان ولكن عن الدايرة بالدايرة التاني. وعن الطايف الارتودوكسي. اه كيف ممكن تتصور الوضع من بعد الانتخابات. وان شاء الله تتوفق. حملوني مسؤولية كبيرة. لما نقلوا المقاعد وبطلت بيروت واحدة. نعم. المرشح الارتودوكسي والمرشح الانجيلي. نعم. صار عندهم عبق كبير يعني او او اذا بدك عفوا مهمة اول مش عبق. نعم. مهمتهم انه يكونوا قبل كل شيء. النايب هو ونيب عن كل البلد. نعم. وعن كل الطوال. اضافة الى ذلك كمان في عنده آآ يعني انا من هناك عن طايفي المسيحي. اللي انه تقلق تلجح. باقي المسيحيين. نعم. يعني انا بعتبر حالي اليوم مثل الاوتودوكس. السريين. الموارني. والكاتوليك. وباقي الطايفي المسيحي. نعم. والانجيلي كمان نفس الشيء. نعم. فنحنا مهمتنا اليوم. ما رح تكون مهمة هاي. نحنا حاضرين لا يعني. وفي كتير ناس بهمن هيدا هيدا الموضوع. يعني كتير ناس يعني ما عليش نحكي انه من المسيحيين. انه هذه المنطقة بتعنينهم. وبهمن يرجعوا يتعززوا بهذه المنطقة. نحاول نعيد الناس اللي فلت من المنطقة. نعم. يرجعوا عليها ورجعوا يحسوا انه بيروت. لكل طواف وهي بيروت يعني بعت فيها. يعني اذا نرجع النواة ليسيروا اكترية. ولانه اللي قال لك شغلة استاذي. اذا ما رجع المسيحيين بكسافة على بيروت التاني. انا محب استعمل غربية وشرقية. لا لا يعني. ما طلع متل اي منطقة يعني. بيروت التاني. معناتها. ما في شي غلط. نعم. التفاعل المسيحي. المسيحي الاسلامي. هو بيعطي اضافة. وهو بيعطي اوه للجميع. نعم. ونحن اذا الله هيك سهل امورنا. وفتنا عن الندوي. نكون مدافعين شريسين. عن المسيحيين وعن الطواف الاسلاميين. نعم. المكون المسيحي الوطني بهال. اكيد. بهالعاصمة. اكيد. ولحنا جسر بازن الله بنكون لكل التلاقي. ونموذج. طبعا. اه راح نرجع اكمل بموضوعكم. يعني بتقولوا انه مواكبة عمال المحكمة الدولية خاصة واعتبار الاحكام التي تصدر عنا ملزمي للسلطات اللبنانية بملاحقة المتحدة. شو رأيك? انا اه رأي يعني هادا كلام زين وعدلة. نعم. ولكن تطبيقا يعني في جوه يعني كيف ممكن. ولو محكمة دولية. نعم. يلي بتحميني وبتحمي اللي بعدي. وبتاخد حق اللي شو هادا اللي ماتوا. ما كلام زين هادا كلام دول. نعم. هاد دول بالعالم عم تجي تحط لك محكمة دولية. فقراراتها اكيدة. كلنا بدنا نحترمها وبدأ تطبق. يعني وقت توصلوا لوقت الاستحطاة. يعني معقول ما نعرف مين قتل الشهيد رفيق الحريري. يعني اضعف الايمان. وبعدين كيف فيك تحمي حالك كسياسة بالمستقبل. تحمي حالك بقضائك ان شاء الله. لا. ان شاء الله يعني بيصير. معلش. وكمان للقضاء الدولي مهم كتير. نعم. آآ مننقل على الرقم تسعة اللي بيقول دفاع عن قضية فلسطيني وحق الشعب الفلسطيني. نحنا بنعرف. في اقامة دولتها المستقلة. وعاصمتها القطس الشريف والتزام المبادر العربية. للسلام التي صدرت عن قمة مدروا. وهذا اعلان اعلان للرياض اعلان دمام. حكي عن هالشي. طبعا. وبيان ختامي للقمة العربية التسعة والعشرين. كمان حكي عن هالشي. اليوم فيه عندكم دول صديقة. يعني تيار المستقبل عنده دول صديقة ودول شقيقة يعني. هل يعني طبعا هلأ في موسم انتخابات ولكن آآ بالايام العادية هلأ عم بيكون فيه اتصال بين تيار المستقبل. بين رئيس طيار المستقبل. آآ شيك سعد حريري. مع مسلا دول غربية مثل امريكا وفرنسا وغيرها. انه يا خي. طيب كيف انتم عم تجي طوبوا الادس. يعني بيجي ترامب بكرة بستاش ايار. يعني بوقت تاريخ النكبة الاساسية 48. بيجي بيقدم لهم الادس انه هاي دي لالكن عاصمي لالكن. وبينقول وبينقول سفارتو. بس الدول الاوروبية ما عملت هيك. بالعكس كان في. يعني في اعتراض و. من كل الدول يعني مش ترامب لو وحيد بهالقصة. يعني في ممكن شي بلد تاني معه. ولكن ايه طبعا نحنا ضد. ونحنا واضحين باعلاننا. نحنا عم نأكد انه ضد قرار رئيس ترامب يا بنان. طيب. استاذ نزيه نجم. الشعب اللبناني كله بحاجة لعمل. وكله يعني يعني في في ديئة. شفتنا احليك. هلأ فتنا على موضوع. يعني بدي فتنا بدي فتنا بالموضوع الاقليمي على لبنان. يعني عنا ناس حين سوريين. طبعا نحنا يعني منوجه تحية لكل الشعب السوري بمعاناته. ان شاء الله بتنحل محنته وقزمته. بغض النظر عن الحل السياسي اللي ممكن يصير بعد سنة او بعد سنتين او بكرة. عنا نازحون سوريا شوفنا اليوم بشبعة في جزء فل على بات جن. هل عم بتقدروا توفقوا بين يعني الخوة مع الشعب السوري وبين حاجات الشعب اللبناني للعمل بلبنان. ما عم بداي يقون كمان بالعمل. قالوا بحبك يا اسواري بس متل زندي لا. نعم. واضح. الكلام. نحنا. اكيد اخواننا السوريين اخواننا الفلسطينيين. هن اخوتنا. بس مش عال حساب ولادنا. عم يتحضر. واليوم فخامت الرئيس حكي شي به المعنى. نعم. عم بيتحضر للمستقبل يعني نحنا بدوا يرجعوا كل الناس مسعب لهم. وبدنا يساعدونا الدول برا انه. هده ال 11 مليار هي بداية مساعدة. قال دولة الرئيس من كم يوم انه مش ال 11 مليار فخر. في جاي فلوس جديد. غاهرة ان شاء الله بس يشوفونا عم نصرف بشكل. عم تحكي بشكل ايجابي. في ناس اتخدها بشكل سلبي. ابدا. انه انه راح تجيبوا هالمصاري راح تعطوهم لللبناني وللسوريين. لحتى السوريين يبقوا ههم ما يفنوا. يعني هدي كمان. يوم نحنا استاذ حضرتك. يعني نعم. بالاول وهلا قبل دقيقة. قلة الاقتصاد نعم. والمصاري. والرؤية اللي راح تحكينا عنها. طيب ببلد متل لبنان وضعوا المالي هالأدي صار متأزم. نعم. عنا بطالة 35% عنا مشاكل بالصناع. انا صناعة. نعم. في الف وثلاثة واربعين مصنع حجر والخام عم بيبكوا. مصانعنا في عنا عدد مصانع كبيرة عم بيسكر. انه ستة وعشرين ملف بالوزارات. مش لمساة الصناعة الخام. لمجموع الصناعة. ستة وعشرين ملف عم بيطالبوا بوضع رسم نوعي لوقف الاغراق. بلد بيستورد بتسعة عشر مليار دولار. بيصدر بثلاث مليارات دولار. طيب رؤيتكم. قدر رئيس حكومتنا. هيدا عمل بطولي. مش انه واحد يجي انتقدو. نعم. انه يجيب احد عشر مليار دولار. وبعد فيه غير. ومليار بيوحد ونص بالمية احد عشر سنة. نعم. بدون ما تدفع. اه بدون ما تقصت. بعد احد عشر سنة بتقصت. احد عشر سنة تانين. بيوحد ونص بالمية. هيدا لا تبني. انفرستركتور. اه. جديدة. وكبيرة. كهرباء ومي. ومجاري. الى ما هنالي. تب بين رؤيتكم الاقتصادية والمالية. ويعني الورقة اللبنانية اللي قيل انه كل اللبنانيين كل الافريقاء شاركوا فيها وراحت على سادغان. اه. يعني بين هاتنين بتلاقي فيه مجال لحتى. اه. يتفاعل رؤيتكم مع هذا المسار مسار السادغان وغيره. اه. اه. لحتى. اه. تقدروا ترجعوا تعالوا بنا تحتية. ترجعوا تطلقوا لعملية. شو. شو ابرز شي برؤيتكم. شو. قبل كل شي حضرتك فيك تعيش بلا كهرباء. فيك تعيش بلا طرقات. كل العالم. فيك تعيش بلا ما. عايشين نحنا. يا جماعة الشعب اللبناني صالوا سنين عايش. يعني اذا تخزني بها الكلمة من قلت الموت. انه بتكلفك الكهرباء اليوم. انت كفرد تدفع واحدة وثلاثين سانت. اذا بتعمل حساب مزبوط. بين كهربة الدولة. وتكون انت مؤسسة الكهرباء. اذا انه. انه اقله نحنا يكون عنا الحاجات الاساسية. وتكونوا منظمة. هدينا الطرقات. انت بتعرف شو بتعملك اذا فتحت الاسترادات. في عندك استملكات. في ناس رح يفوت. يعني في كتلة نقدية رح تتحرك. في دورة اقتصادية. في نمو بسيطة. ايه طبعا. لو في ديوم بس النمو بيخفف. طيب موضوع. الحركة الاقتصادية استيجالال. بتخلق. سيركل كامل. دورات مش دورة. المهم. المهم. يكون في انتاج. الصرف اللي عم تصرفه. ما يتنتوش منه. نعم. لانه ازا تنتوش منه بيبطل لكفة دورة. عشان هيك ما هيكون في مراقبة البنك الدولي. وفي مراقبة مجلس وزراء ومجلس نواب وبنك الدولي. يعني بالعكس له قلية كاملة ونحنا حريصين بالمستقبل. كل شي بينصرف في لبنان. غير هالقرض. وانه يكون في عليه مراقبة كاملة. لما تفائل استاذ نزيه نجم بانه الرقابة رح تكون يعني يعني المجهر رح يكون اه. على ال 11 مليار ولا على. احد عشر مليار وعلى المشاريع اللي بدأ تجيه. نحنا عم نحكي اول شو. المشاريع. على ال 11 مليار في آلية. نعم. بس انا بدك تتفائل بوجود فقامة رئيس. ودولة الرئيس. على الايام اللي جيه. نحنا بنوعد الشعب اللبناني من هون من عندك. انه بدأ توقف كل الهدر. وبدنا نقاتله ونحنا بالبرلمان رح نكون ضد الهدر. وضد كل هالتركيبات اللي تندفع حتى الموقوع. وضد ازلال المواطن. لانه مش مقبول مش مقبول مش بقبول. انه نضلنا ندفع تحتين نخلص معامل. تقدروا تعالوا تقليص انفاق. ليش لا. يعني ازا الشعب عم بزيد والادارات عم تتوسع كيف ممكن تعمل تتوسع. مع نشي بدنا نتفق. انه بالادارات في موظفين ما بقى لازم تشتري. فيك تأهلهم. لا لا حنا نأهلهم. بس ازا في اعداد اضافية شو نعمل فيها. بدنا نحولها لغير لوزائف اخرى بوزرات. نعم. بكل اللي بنام فيه اربعة وسبعين بدل ستة وسبعين. يعني فيك تجيب مسلا اه فائد من مطرح. تأهلهم. ويصيروا. تب لا نعمل يصير هيك. حبيبي شو جاين نعمل معهم. هادي هادي. ليش غير دولة الرئيس. يعني هدا نموذج يعني. حبيبي ليش دولة الرئيس اخد قرار انه يغير نوه بكتلته. نعم. لانه حب يضخ. مش قلة احترام لللي كان. بالعكس نحنا منحييهم ععملهم وانا بالنسبة لاللي كانوا قبلي هني باكتر اهمية منا يمكن. بس عم يضخ دم جديد. نعم. وبنفس اخر. ونحنا جايين لنكون بخدمة المواطن. وانا منقول للمواطن بوابنا مفتوحة. ما كاتبنا مفتوحة. دولة الرئيس بلغ الجميع انه كل اسبوع فيه نهار نهار مفتوح. ببيتو ببيت الوسط. الشجون والهموم. طبعا. لانه نحنا ما بقى فينا نعيش هالقدة بعاد عن المواطن. وما فينا ما ننزل على الارض ونخدم المواطن. يعني الكهرباء والنقل اكيد باولوياتكم. كهرباء والمي. والمي. والمجرير كلها والبنيا التحتية. طب النفايات اليوم النفايات. النفايات قبل كل شيء عزيزي انه ما اقول نحنا بلد متل لبنان يعوم بالنفايات. طيب بس استاذنا زيه نجم انت حضرتك من الصناعيين وبتعرف انه في كتير اساتزي ودكاترا في الفيزيك والشمية باللبنان والصناعيين ممكن وفي زميلك كمان يعني نعمات كمان. عندهم خطط انه ان كانت محرقة او ان كان ما عمل نفايات او شي بيعمل لك منه طاقة. ليش ليش هالموضوع ما عم ياخد مجال. حبيبي الطاقة بتجي من الهوى من الماي من الشمس ومن النفايات. نحنا حريصين ليش نحنا الصناعيين رشحنا كتير ناس واليوم جمعية الصناعيين عم تدعم كل الصناعيين اللي ترشحوا عن نيابي. وليش دولة الرئيس وفخامة الرئيس اخدوا الصناعيين بلا ويعهم. يعني. انه نحنا عايشين الارض وعارشين عايفين شو الهموم شو الشجون طبعا الناس. طيب اه بعد في يعني انا ما عاش معنا وقت كتير. بدنا نحكي عن تكبير حجم الاقتصاد. من بعد ما انتو كمان عم اطمنوا الناس انو سعر صرف الليرة سوف يعتمد سياسي سابتي. هيدا اكيد. بس تكبير حجم الاقتصاد. ويعني والانخراط الاقتصادي اكتر بها حياة الناس. حبيبي اليوم لما بتخلق دورة اقتصادية كانة. نعم. اليوم الليرة بلبنان فيها تمرق على خمسين شخص. وتكون منتجة بمطرحة. يعني انا دايما بخبر قصة. نعم. بفوت زلمي على قتل. بيقل له بدي يخد عندك شخص الوقتال. falando بدي اجار القوزة بيقل له مئة دولار او مئة ليرة, لا يعني مئة دولار او بحطلا بيقل له تفضل هذه مئة ليرة واقع ده هيragطيه لصاحب الأوتال المئة المitte向 ط quemام الممتذع dare مئة ليرة علي القنتوع بيحطل الى ٥٠ ليرة على القنتوع بيطلع علي Sadly Ni تنظر لكل أدال للحام بيخيل لك معي 100 ليرة تفضل خذاله بيجيبي خذال الى المحام بتلفن للفران بيقلو إليك معي ميت ليرة الفران بتلفن لتبع الميزود تبع الميزود تلفن للكميزود تعمل دورة على عشرين مواطنة تبرم تبرم اخر شي تبع الورد بي كان عامل حفلة عيد زواجه بالقطير رجع اجع على القتير قال له هاي الميت ليرة خيئ لك او اذا بدي بعطله بوكيلة شي سحطه او شي حد انا ما منحكينا يعني مسلا فبينزل الشخص اللي كان مستأجر القوضة بيقول له والله ما عجبتني القوضة بيقول له شو بتريد قال له ما بديها قال له تفضل هاي الميت ليرة طبعا بيرجعوا للمفتاح وبياخدوا الميت ليرة الميت ليرة برمت عكل الناس سكرت حسابات الناس واجت بدك تبني اقتصاب بدك كبر الامتاج بدك قبل كل شي نرجع لا الاقتصاد المنتج نعم وليس الاقتصاد الرائع وهيدي فخامة الرئيس ودولة الرئيس والرئيس بري كمان تلاتتهم مصرين على الاقتصاد المنتج هل الرئيس بري رجل حكيم نعم رجل مخضرم وحكيم ولا ممكن في انسان بلبنان او سياسي بلبنان ضد الاقتصاد المنتج نحن منستورد بتسطعشر مليار دولار لوين راحين منصدر بثلاثة يمكن السنة تقوم بريد حركة اكتر لتقدر تصدر اكتر لا بدنا نحفز صناعة نحفز الصناعة نحفز الصناعة جدا والزراعة نحفز الصناعة والقوية والزراعة طيب ليش نحنا بدنا نزرع يلي لا فينا ناكله ولا فينا نبيعه بدنا نعمل خطة إرشاد للصراع كمان بدنا نزرع يلي فينا ناكله واللي فينا نصدره مش إنه والله نقول والله ما نبيعت معنا لأنه ما قدرنا نبيعه لأنه ما ألسوا لا بدنا نشوف وين الأسواء ونوجه زراعتنا للأسواء اللي ممكن نسترزق فيها ونبيعه والصناعة في يعني أنتم عنكم شجون عنكم شجون بالصناعة والوزير الحساب حاش حسن يعني كان بحط إيده على الزرق 23 بلد نحن يا عزيزي 23 ضريبة بيدفع الصناعة إذا منذكرهم العالم وحتى الكهرباء ما بيخفضوا لا كهرباء ولا ماء ولا أراضي صناعية وبندفع ضرورات بلدية فيها أراضي زراعية أرخص من غيرها فيكم تدفع أين تأجرية ومتفع شو بدك إذا بدك بحكي لك في 26 ملاف يوم لماذا السياسي ما تغيرت مع أنه وزير الصناعة كنا عم بيساعد فيها لأنه الدولة اللبنانية الحكومة اللبنانية تنتظر من مجلس النواب أنه يعمل لقرار أعطاء حق التشريع الجمركي لكي تستطيع الحكومة أعطاء الحكومة لكي تستطيع الحكومة من وضع رسوم جمركية على كل ما هو يعني بيعمل أو بيعمل أغراق بالأسوأ وتحمل صناعة في بلدين بتاعتي ستين وسبعين بالمئة الشركات المحلية لتحتاج الإنترنت أسرع أن تتواصل مع العالم بسرعة وبتميز سيدنا زيه النجم كمرشح عن دائرة تانية ببيروت عن المقعد الأرتوديكسي وطيار المستقبل شو آخر شي بتقلنا بهالحلقة إذا فيه شي بعد تقوله للمواطن والمواطن اللي هو دايما بيبقى متعلق بحبال الأمل نحن منقول للمواطنين جايين فريق الرئيس الحريري كلنا بدون أي تفرقة فينا لنكون حزمة وحدة لنكون حد أهلنا ببيروت وببرات بيروت لحتين نقف حد الاقتصاد نقف حد هالشعب اللبناني اللي صار يعني أولادنا برات هالبلد مهجرين نسترجع كرامتنا وقوتنا وعزتنا وقوت هالبلد وكرامته وعزته واقتصاده ونوقف بكل بلدين العالم نقول نحن لبنانيين نحن استرجعنا اقتصاد بلدنا ونحن وحدة كاملة لعننا طائفية ولعننا أي تفرقة بين بعض وهي الانتخابات ملنا حرب هذه معركة انتخابية دي مقاطية الانتخابات ضرورة لازم يعملوها انا كنت عابلهم من كم يوم تقول لو بتنعمل الانتخابات كل سنتين بتقرب الناس من الحكام بصير مضطر كمان اللي بديمثل الناس يشتغل اكتر وبوعد انا ناخبيني بوعد ولاد طايفتي انه انا مع انه انا ما بحب احكي بالطلافين بس بوعدهم وبوعد اهل بيروت اخواني انه سوف امثل اهل بيروت خير تمثيل وان شاء الله لما بوصل على المجلس اذا الله راد رح نكون السيف السيف الحقيقي يلي بيقاف ضد الفساد نحنا ورئيسنا رئيس جمهورية ورئيس حكومتنا ورئيس مستنواب لانه كلنا رح نكون حض بعض بمركب واحد رح نكون حض بعض بمركب واحد لنحمي لبنان نحمي اقتصاده نحمي ولاده نسترجع ولادنا ونرجع ولادنا على العاصمة ونكون مؤسسين لأجيال الجاية لأولادنا ولأحفادنا ولبنان لألنا لبنان أولا لبنان أولا لبنان أولا أستاذ نزيه نجم نتمنى لك التوفيق شكرا ونشكرك من تلفزيون شكرا مشاهدين الكرام نشكركم وادمتم بخير شكرا شكرا